نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس وإلى الشان الخارجية فبعد جولة جديدة من الغارات الإسرائيلية على سوريا أعلن وزراء بارزون في حكومة بنيمين نتنياهو أن هذه الغارات تهدف إلى نقل رسالة إلى إيران مفادها أنه لا حصان لها في أي مكان وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي وأحد أبرز حلفان نتنياهو يسرائيل كاتس أنه لولا الأنشطة الإسرائيلية على مدى السنوات الأخيرة لا وصل عدد المقاتلين الإيرانيين في سوريا إلى مائة ألف وقلرت السلطات الإسرائيلية إغلاق المنطقة الجوية فوق هضبة الجولانة السورية المحتلة في وجه حركة الطيران حتى نهاية الشهر الجاري عودة لحضرتك مهندس مروان رغم الحديث عن التنسيق عسكري بين موسكوة الأبيب القصف الإسرائيلي لسوريا يتواصل بل ويصحبه أيضا قصف للبنان اليوم هل نتحدث هنا عن دعاية جديدة لنتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية وكأنه يقول أنا رجل الحرب الأول في الدولة العربية وأنا القادر على مواجهة إيران وحزب الله للأسف إسرائيل هي الوحيد اللي حقق مكاسب على الأرض الواقع سلد ومقفولة وهي الجولان خدت الجولان وأمريكا بركت له هذا الأمر وخلاص بالقوة وبالدلاء خلنا الجولان طيب ماذا تريد إسرائيل بعد كده إسرائيل تريد تصوير نفسها حامي حمى المنطقة وعنصر الاستخرار للأمن الرئيسي ولولانا كانت المنطقة في فوضى ونحن نقود الحرب ضد إيران يا جماعة واللي عاوز يجي وران يجي وران بتحاول تستميل دول الخليج في هذه الحرب إن أنا وقف معاك في نفس المعسكر إذن نحن أصدقاء نحن نحارب إيران سوين لا يتحارب إيران هي بتحقق مكاسب في سوريا وجود إيران في صالح إسرائيل إنها مهددة وإنها محتاجة سلاح ومحتاجة دعم دولي وللأسف كمان بتدلها كمان استباقية الحرب اللي هي إسرائيل دولة الوحيدة في العالم مضيتش على تعريف العدوان في الأمم المتحدة إنها ترى إن العدوان يكون بس تباقي إن لو حسيت إن عدوانك مؤكدة هجم عليك قبل ما تهجم عليها يعني مش محتاج إن أنا أعمل عليك أعمل عسكري عشان أرد فهذه الدولة بتتعامل في المنطقة إنها تريد في هذه اللحظات فرض نفوزها السياسي والعسكري على كافة المناطق المتاحة في المناطق النزع ودخلها لعب على المفاوضات عشان تتفاوض على مكاسب سواء في الأرض أو مكاسب اقتصادية في هذه اللحظات تحت مظلت إن إحنا بنحرب لكو إيران وإحنا بنتخاني مع إيران وكذا 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 والأسف إيران من ناحية الثانية برضو تدي زريعة لكل الفوضى في المنطقة مش سكتة في أي اتجاه وقعدة تدعم هنا إرهاب وهنا تضرب حشي تدي لحشيين طائرات مشهيرة وأمر بالغ الخطورة والأسف إسرائيل تريد تحقيق علمها بإسرائيل الكبرى وأنا قاعدين نتفرج عليه متخيلين بمنتهى وأنا في غيبوة كاملة إن هذه الدولة صديقة وبطرع كل هذه الأمور ونسينا ماذا فعلت إسرائيل في خلال آخر من أولا من أنشدنا سال 48